اللي معايا في ايدي دي هي الهواي واتش بادز وهي مستقبل التقنيات او الاكسسوريز الفترة اللي جاي حقيقي من اول ما تم الاعلان عنها وانا متحمس جدا اجربها وسيناحيتي الفرصة ان انا اجرب الساعة او مش احابة بسميها ساعة الاختراع العصري والرهيب جدا والثوري جدا من هواوي فالساعة دي بيقدم ايه بالزبط او الاختراع ده بيقدم ايه بالزبط انا اقول لكم ايه اللي مختلف فيه عن اي ساعة تانية موجودة في السوق وليه فعلا انا بفكر استخدمها كساعتي الاساسية او كحامل اكسسوراتي الاساسية عارف انت حامل الطائرات حاملة الطائرات يبقى اصلا طيارة مقاتلة كبيرة جدا وشالة جوها طيارات صغيرة تبقى حاجة كومبو كده على مضع ده اللي هو عملته هنا انت عندك انا في البداية عشان يعني يقتصر جزء الساعة انت عندك سمارت ووتش جبارة جدا بتقدم لك كل ما يمكن تقديمه في عالم السمارت ووتش واللي قدمتوا هواوي خلال السنوات الاخيرة الخلاصة بتاعتها كلها شاشة اوليد بتجيب مقاس محترم بسطوع ممتاز جدا عندك كل اللي تحتاجه لتتبع اللياقة والصحة البدنية وكل السنسورز الموجودة الهارت ريت سنسور لياس النبض الاكسجين في الدم كل حاجة موجودة في الساعة دي كمان السطوع ممتاز اوليد اون ديس بلاي السوفتوير الثالث جدا شاشة هنا 60 هرتز الدنيا ثالثة ولذيذة وسموز بشكل مش طبيعي فاتها مش خسران اي حاجة بالاضافة لبطارية محترمة جدا بتصمد معاك لأسبوعين كعادة هواوي في ساعتها ومنتجاتها القابلة الارتداء ولكن المختلف هنا واللي حابب اتكلم عليه بشكل مفصل ان كل حاجات الفاتية دي ممكن تتفرج على اي فيديو او اي تجربة انا كنت عملتها لساعة من هواوي وهتلاقي نفس التجربة من جزئية في جزئية الساعة ولكن الجديد ان دي مش ساعة بس هواوي هنا عمل الدمج ما بين اختراعين وهما البودز اللي هو بيتقدمها لك اختراع سماعات الترولي ويرلس وبين السمارت ووتشز او الساعات الذكية فبمجرد ما تضغط على الزرار ده اللي موجود في الجزء السوفلي متداري بشكل صائع قوي هتلاقي ان الساعة اتفتحت معاك يعني عارفت علبة مجوهرات وبتلاقي قدامك اللي عارفت اللي هو تلاقيه تتفضل تمام بتلاقي قدامك السماعتين الترولي ويرلس اللي بقدموا تجربة استثنائية عارفت السماعتين دول اللي ينطبق عليهم مبدأ صغير بس يحير يعني هم يعني ما تحكمش على حاجة من حجمه السماعتين دول بقدموا لك كل ما يمكن تتخيله من تكنولوجيا وتقنيات موجودة في سماعات الترولي ويرلس ولكن هنا الموضوع وصل لنضوء جبار جدا راية انك تتعتمد عليها بشكل يومي في البداية السماعتين دول حواوي عاملهم بخريقة شياكة ان انت تقدر تستخدم اي سماعة من دول وهي اوتوماتيك بتعرف انت حتطف اني ودن فانا حطت السماعة دي في ودن اليمين الموبايل بيعرف ان السماعة دي في ودن اليمين او السماعات بتعرف تددكت او تتعرف ان هي في ودن اليمين شلتها وحطتها في ودن الشمال فهي في ودن الشمال فاتا مش لازم كل مرة بقى تقعد تدور دي اليمين ولا دي شمال السماعة اللي فتيجي في ايدك استخدمها استخدم السماعتين استخدم واحدة ترجعهم كل واحدة اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين مش هتفرق وده من اكتر حاجات اللي عجبتني السماعات فيها كل السنسورز اللي انت محتاجها مجرد ما بشير السماعة من ودنك السماعة بتعمل بوز او بتوقف الميوزيك او المحتوى اللي شغال بترجعها ودنك بتعمل بلاي وبالتالي فيها بروكسيميتي سنسور وشغال كويس جدا 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 وده يعني ممكن ما تلاقوش في سماعات بفرينج سعر خمسة الاف جنيه مثلا فدي حاجة جامدة بشكل مش طبيعي عندك هنا مايك ممتاز جدا في المكالمات وفي نويس كانسلينج في المكالمات عن طريق الاي اي اي والي بيخلي تجربة المكالمات هنا بني وبينك افضل من الاربودز برو 2 بتاعت ابل انا بستخدم ايربودز برو 2 بتاعت ابل وبقولك ان السماعات دي بتقنية الزكاة الاصطناعي والاي اي اي في ان هو يتعرف على الضوضاء ويعزلها هنا اجمد والله فعلا لو جربت السماعات دي ه الصوت بيطلع مش مكتوم صوته مش روبوتيك او مش معالج لأ صوته بيطلع يعني بشري جدا طبيعي جدا والنويس معزولة يعني انا بعمل مقالمة من البودز الخاصة بالهواوي واتك بودز عشان اوليكو ادي ايه الصوت يعني او عام الصوت جامل جدا وهافتح جمي بقى فيديو مثلا او حاجة قديمة يعني افتح نفسي فيديو وصوت السماعات على اللي جدا 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 فدي حاجة جامدة جدا جدا باللوفة اللي انت بمجرد ما بتطلع السماعات بترتبط مباشرة بالموبايل ويعني مش بترتبطك كسين هما جهازين منفصلين لا انت بمجرد بتنزل طبيق هواوي هيلث وتوصل او تربط الساعة دي بالطبيق هتلاقي ان السماع اوتوماتيك برضو اتربطت بالموبايل من غير ما تعمل اي مجهود اضافي خد عندك بقى دي للسماع الصغيرة الصغيرة الماكينة دي فيها نويز كانسلينج مود اكتف نويز كانسلينج مود بيعزل الضوضاء بشكل فعلي وعندك اويرنس مود بيدخل لك الصوت اللي برا بشكل احسن لو انت لابس السماعات وما تنزلتش عن العالمي خارجي والوضع الطبيعي ثلاث اوضاع الاستماع بالاضافة الاكولايزر وشوية تفاصيل كده وايماءات عن طريق اللمس وسماعك ما صغير جدا يا جماعة انت لابس السماعة في ودنك هي ثابتة جدا جدا جوا ودني وما بتتهزش هي ثابتة جدا ومش باينة دي حاجة جاملة جدا لنفسك بتحبش تلبس سماعات كبيرة بتبقى باينة ومدلدلة من الودن كده فدي اختيار ممتاز قوي وبعد ما تخلص استخدامك كله تلزق السماعة في الميجنتيك اللي هو بنسبالي كويس جدا وماتين جدا وتقفل الجزء ده والي هو برضو امتن من المغناطيس بتاع السماعة نفسه وتستخدم الساعة بشكل طبيعي قوي طبعا مع الحركة دي في شوية تضحيات ويا مش تضحية ده حاجة بديعية جدا انت اكيد مش هيبقى عندك يعني سبيكر وسماعة انت لو حد رنع عليك فاه هتقدرت ان انت تشوف المكالمة من الساعة ولكن مش هتقدر ترد الا لما تستخدم السماعة يعني ايه انا عايز ارد دلوقتي لأ مش ينفع ترد من هنا انا مفيش هنا سبيكر او مفيش سبيكر فعلي تسمع منه او ترد منه ودي حاجة الصراحة مع الخصوصية جدا او تحب الخصوصية في المكالمات فهتلاقي المكالمة جات لك عايز ترد بتروح فاتح الجزء ده وانطلع السماعة حطيتها في ودنك واول ما بتحطها في ودنك المكالمة بترد عليك فمش اسرع طريقة ولكن دي اكتر طريقة بتحافز على خصوصيتك كمستخدم وعلى الكلام اللي هيتقال يعني بعيدا عن الفضائح ولكن تقدر تقفل او تكنسل من غير ما ترفع السماعة او غير ما تحط السماعة في ودنك من الحاجات اللي عجبتني برضو ان الساعة نفسها تشتغل ككيس للسماعات فهي بتشحن السماعات بشكل دوري وبالتالي لو انت بتستخدم السماعات بشكل مكسب جدا فالساعة تقعد معاك اربع ايام فقريبا بدل اسبوعين لان السماعة بتستهلك من البطارية بتاعتها كل ده انت بتخيل ان هواوي عملت كل ده في الحجم ده الصغير ده بدون اي تضحيات من حيث الحجم ومن حيث اي حاجة من غير ما يشيلوا سنسورز من غير ما يعملها جوا بس يشيلوا السبيكر وحطولك سماعتين كاملين جوا الموبايل فدي نقطة جمدة جدا جدا فلو انت تستخدم السماعات بشكل دوري انا تستخدمتها بشكل مكسب جدا فالساعة عادت معايا اربع ايام واضطلت اشحنها ولكن الشحن نفسه سريع والساعة الساعة بتشحن هي والسماعات في نفس الوقت فانت مش محتاج تبزل اي مجهود اضافي انك طلع السماعات تشحنها لوحدها او مع عكس ذلك فانا كمستخدم مش هاعد اجري اشحن الساعة واشحن السماعة انا مبسوط بحيث ان احنا ندمج كل الاجهزة دي في بعض بحيث ان احنا ما نعودش نهلك في وقت ونهلك في مجهود وانا هنسي تشحن السماعة نسي تشحن الساعة كل ده بشحن وارس مع بعضه مرة واحدة كده تحط الساعة على الشاحن ساعة تشحن اوتوماتيك ودي من اكتر الحاجات اللي عجبت دي فانت عندك هنا ساعة من نظام سموز جدا الي هارموني او اس متناغمة مع كل انظمة التشغيل بتشتغل مع هارموني او اس طبيعي جدا نظام اصل التشغيل بتاع هواوي عندك تشتغل مع الاندرويد وبتشتغل مع الاي اس وهتلاقي الابليكيشن موجودة على كل متجر من المتاجر التلاتة سواء متجر هواوي او متجر بلاي ستور او الاب ستور الخاص بالايفون وبالرغم من انا ما زال عند شوية تعليقات على الاستفادة من الجسم بتاع الساعة زي ان الكراون هو عبارة عن زرار هوم بس ما بيأمنش حاجة اكتر من كده وبالتالي تما بتدرشت تستخدم الكراون في انك تقلب القوايم دي حاجة مضايقاني جدا جدا ولكن مازالت هواوي نحافظ عليها مش عارف ليه مش رضي تستخدم الكراون ولكن مش ده اللي هيدمر التجربة يعني هتتعود مع الموضوع وتستخدم الشاشة مش هتجي ناحية الكراون نهائي فدي تقريبا خلاصة تجربتي مع اكتر اختراع اعجبني في 2023 اكتر اختراع شديني كده واعتماننا كل الشركات تاخد نفس النهج نحن نقلل من مساحة المنتجات وندمج منتجاتنا في منتجات اقل فدي كانت تجربة الهواوي ووتش بادز من الفيديو كونر عبكو اللي عندكو اي سيئة لو صاركتو بكم من تحت الفيديو وبس كده اللي بس على الشتراك في عميل اللقاء والمتصبسكاب وفع الزر الجرس كما يا قبد الرحمة الهواري شوفكو في فيديو عظيم جاية مع السلامة